متغزلا به مر بوصفه سيد المقاومة مقترحا تشكيل لجنة تفاوضية للكتل المقاطعة للانتخابات يشوم البعض منها رائحة تستهوي التيار الصدري اجتماع للرئاسات مع القوى السياسية في بغداد جاء لتثبيت دعائم الموعد المضبوط على تشرين فالطريق السالك تقف في وجهه أحجر الكتل المنسحبة وصخرة التيار الصدري رغم الأحاديث المستمرة عن إصرار وثبات في الموقف المقاطع للانتخابات تأتي الضغوط الحكومية الباحثة عن ثقل لضبط موازين القوى فالانسحاب يبقى حبيس الإعلام يتحدث المراقبون بينما تصر الحكومة على أن لا انتخابات دون عودة تلك الكتلة وتشكيل لجنة إقناعية هو الطريق الأفضل لا توقع انتخابات بدون الكتلة الصدرية بالتأكيد لكن هو مبدئيا موعد الانسحاب من الانتخابات وقد مضى بعض الكتلة تحاول تنسحب أو ما تشارك بالانتخابات أنا أعتقد الوقت قد مضى قد مضى على أنه أن تقدم طلب الانسحاب كان الأحراء أن يقوموا بتقديم طلب الانسحاب قبل أنه تصدر القوائم النهائية والتسرسلات وطباعة الأسماء لذلك المفوضية شرعت بطباعة القامة النهائية والآن استكملت كافة الإجراءات هناك عملين لربما يقوم بها التيار الصدري من أجل ممارسات ومحاولة الضغط على الحكومة من أجل تلبية بعض المطالب التيار الصدري يعتقد بأنه الانتخابات غير أمينة نتيجة سلاح منفلية أو المال السياسي وأيضا هناك جهات تحاول التزوير أو شراء الذمم التيار الصدري يسعى إلى أنه يكون مقعد رئيس الوزراء أو الحكومة الجديدة هي تابعة للتيار الصدري إذن كل هذه الدلائل تشير إلى أنه سيد مقتصدر سوف يعود آجلا أم عاجلا جماهريا بوادر المشاركة في الانتخابات لا تزال ضئيلة رغم الدعوات الواسعة إخفاق الدورات السابقة يلقي بضلالها على المشهد الانتخابي وبتوالي الانسحابات تتناقص حضوض الاشتراك وترتفع نسبة العزوف كانت المشاركة قليلة أيضا سوف تكون هناك اعتراضات أممية كبيرة باعتبار الشرعية نحن نحتاج إلى شرعية أممية القانون العراق والدستور العراقي يعطي الشرعية حتى لو كانت المشاركة بنسبة 1% وبالتالي لا توجد هناك نص دستوري يحدد نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية ولمسات أخيرة تضعها الحكومة والمفاوضية بانتظار أن ترفع الأقلام وتنشر الصحف والأوراق للتصويت فما هو قادم يختلف عن ما قبله وساعات العاشر من تشرين تقترب مسرعة من بغداد علي أسد الرشيد